بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء وموساء إلى شادي نجيب عبد الرحمن عزاه فيها في وفاة والده المهندس نجيب عبد الرحمن الذي وفاه الأجل بعد عمر حافل بالنضال الوطني وقال رئيس الوزراء في البرقية إن والدكم الفقيد كان ضمن طلاع المناظلين الذين التحقوا بالعمل السياسي في الجبهة القومية مطلع العام 1965 في سبيل الدفاع عن القضية والهوية الوطنية اليمنية الجامعة وكان صديقا وفيا وزميلا مخلصا ونقابيا جسورا وأحد مؤسسي نقابة المهندسين في الحزب الاشتراكي وأضاف أن الوطن خسر واحدا من رجاله الذين تملكهم حب اليمن والجمهورية والوحدة وكان يمثل عقلا اقتصاديا للحزب الاشتراكي اليمني وقد تقلد في مسيرة حياته مناصب مهمة ومنها منصب نائب وزير الزراعة قبل الوحدة ثم عينا ممثلا لبلادنا في مجلس التعاضد الاقتصادي في موسكو الذي يشكل الزراعة الاقتصادي لتحالف الدول الاشتراكية في ذلك الحين وعبر رئيس الوزراء عن احر التعاز وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم سائلنا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان